فظهر هذا القول لجملة من الأسباب لجملة من الأسباب منها الحمية في مقابل قول الخوارج والبدع الفرار منها يوقع في بدعة مقابلة لها إذا لم يكن الإنسان على بينة وبرهان كما أن الإنسان ربما يفر من بدعة الإرجاء إلى بدعة الخروج والإنسان يأخذ في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ثم أخذت هذه البدعة وبدعة الإرجاء تنتشر ونشرها حمد بن أبي سليمان وقد يقال أن حمد بن أبي سليمان هو الذي أذع هذا الأمر أما البداية في البداية ليست من وإنما ذر ابن عبد الله وقيس الماصر وهما كوفيان قد ابتدأ بهذا القول وتقدم معنا الإشارة في أوائل هذه العقيدة الكلام على أن البدع إنما نشعت إنما نشعت بسببين بسبب الجهل وبسبب الهواء وأن الذين يقومون بذلك العجم بحسن قصد أو بغيره وإن كان حسن القصد له في ذلك نصيب ولهذا نجد أن ذر ابن عبد الله أصله أعجمي وكذلك قيس الماصر أصله أعجمي أصله أعجمي وهذا بهذا نتتبع أن ما جاء من بدع وتقدم الإشارة معنا إليها أنه إلى الآن كل ما مر معنا من بدع أن أصلها في العجم ثم انتشرت بعد ذلك في العرق ثم انتشرت بعد ذلك في العرق وما من بدعة نبتت إلا هو أصلها العجم ومرادنا في ذلك ليس التفريق بين عجمي وعربي وإنما أن العلم باللسان يحمي الإنسان يحمي الإنسان في عقيدة وفهم القرآن خاصة في الصدر الأول الصدر الأول الناس قريبون من وضع القرآن والمصطلحات وفهم السنة في العجمة في دخول العجمة وتبني القرآن أن القول في ذلك ينبذ العربي لا يستطيع أن يقول أقوال باطلة لأن من حوله يفهم هذا السياق على خلاف فهمه أما الأعجمي فيحمل ما ظهر له من معاني القرآن على معنى يخالف من حوله ولا يجد من يستنكره في ذلك فيبتبدأ الناشئة في ذلك وثباته على قوله الباطل أشد من ثبات غيره وربما لا يكون الإيمان في هذا من جهة أصله أنه هو الذي يدفع جميع العرب على عدم ارتكاب البدعة لا وإنما وازع الطبع ووازع الناس لسان العربي إذا كان الإنسان يتمنى أن يقول بقول باطل لكن لسانه لا يسعفه على أن يبتدع بشيء بدعة لأن من حوله من العرب ينفي عنه بخلاف الأعجمي لا يجد من ذلك من يمنعه من ذلك ولهذا قد يكون من العرب من هو أشد ضلالا وفسقا وتمن من إحداث البدع أكثر من العجم ولكن وازع الطبع عنده من الناس وفهم اللسان أشد من الأعجمي ولهذا نقول إن مقتضى قولنا في ذلك ليس المراد بذلك هو التفريق بين أصل الجنسين فإن تقدم معنا فيما يتعلق في أصل نشر السنة وحفظها عند أئمة العجم كالبخاري ومسلم وعبي داود والترمذي والنسائي وبنماجة والدارمي والحاكم والبيهقي وأسحاق برهوية وعبد الله بن مبارك وإمة من أئمة السنة من أئمة السنة ووصولهم من العجم ووصولهم من العجم ولكن الوازع الطبعي من جهة اللسان أشد وأقوى منه عند الأعجم ولهذا تضعف جسارة العربي في الإحداث والابتداع وتقوى جسارة الأعجم في الإحداث والابتداع وهذا لا أثر له من جهة أصل قوة الإيمان في ذاته وإن كان أصل العربي أفضل من أصلي جنسي العجم كما هو متقرر وعليه ظواهر الأدلة وعليه إجماع السلف